بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين آخر يوم في الحضر عندما فتحوا خلاص قالوا الحمد لله خلاص الحضر فرحنا كثير الحمد لله وقالوا الآن تقدرون تطلعون وتجيون بس يعني الواحد ياخذ الاحتياطات طبعا الكمامات والتباع فرحنا والله سويت هذا يعني من فرحتي كأنه عندي ضيوف طبعا ما عندنا ضيوف بس يعني سويت رتبت شوية وحطيت صحون لضيوف رتبت كنت مبسوطة الحمد لله عملت كم نوع كلهم يعني شوية مو كثير بس ما شي مع بعض هذا حليب حليب اللوز عملته من قبل موجود هذا خضار سوتين إن شاء الله الفيديو القادم أعملها الحين قسمت السفرة على يومين يعني اليوم أنزل لكم الشاي وبكرة نزل الباقي عشان ما يصير الفيديو طويل اتملون هذه شربة البازلة من أسهل أنواع الشربات وألذها وخفيفة وسريعة وهذا عدس مسبك مو شربة لا عدس نأكل مع خبز ومع رز صراحة جدا لذيذ وطعمه يعني حتى في الصباح فطور عشر فأنا حقدر اليوم هنزل هالوصفتين هذا هو العدس وإن شاء الله بكرة الدجاج والخضار السوتين مع بعض هنزلهم بس حبيت أوريكم دائما نقولون لي ورينا ترتيب السفرة عملنا نوعين عصير هنا النص الأولاني النص الثاني الجهة الثانية إن شاء الله بكرة واللا بعده أنزلوا لكم هذا العدس بصراحة لإني أحب أنوع في الأكل يكون فيه بقول فيه لحوم فيه خضار ستير فيه خضار سلطة يصير وجوة متكاملة ومو حار كثير ما فيه بهارات كثير يعني العدس مسبق صحيح بس أبدا ما فيه بهارات كثير نشوفها الحين مقادير مع بعض أول شي نبتدي بالعدس كوب ونص عدس حوالي أربع حبات طماطن بصلتين كبار عصير ليمونة كبيرة بسامنة زبدة ثوم مقطع شرائح زنجبيل مبشور كمونحاب هذا فلفل حار يابس مجفف أي نوع إذا مو هذا ممكن طويل وكزبرة خضرة هذا هو شايفين مرة المقادير قليلة وبسيطة لكن الوجبة مرة لذيذة نقسل العدس تمام نحطه في قدر عدس أحمر إذا ما فيه أحمر أصفر نحط له البصل المقطع الزنجبيل المبشور نحط له كركم ملعقة صغيرة كركم وملعقة صغيرة ملح وبالضبط نحط له ثلاث أكواب موية كوب ونص عدس الحين نحط له ثلاث أكواب موية ونغطي نخليه يطبخ حوالي كده ربع ساعة بس يغلي نغطي عشان يستوي ويذوب البصل وياخد نكهة الزنجبيل نستنى عليه بس يغلي نغطي مو على طول نصغر النار ونغطي يعني ربع ساعة عشرين دقيقة حسب نوع عندكم العدس بعدين نجي نفتحه نلاقي شرب الموية مهروس عشان كده احنا ما حطينا له موية كثير نهرسه بهذه الآلة أو بظهر الملعقة الكبيرة يعني ما نبغى مرة يذوب لا نبغى فيه قطع صغيرة مجروش جرش كده بعدين أحط له ملعقة زبدة مليانة وأرجع حط له ثلاث ملاع ثلاث أكواب موية هو هذا مش شرباء هذا زي الإيدام يعني نغمس فيه زي الفول المدمة زي المتبل زي الحمص زي كده يعني وينأكل مع الرز الأبيض يجنن طعمه الحين أخلي يطبخ يرجع يسمك ويطبخ تمام العدس إنه أول ترى ما نطبخ تمام الحين إنه ساخن زيت أحط شرائح الثوم الثوم لازم يكون شرائح وكمون حب وهذا الفلفل الأحمر الحار فيه في السوق أنواع ثانية مختلفة النوع الموجود عندكم المهم حار وأحمر نقلب لما الثوم تطلع ريهته شايفين تطلع ريحة الثوم زيته شوي زيت عشان ينقلي تمام حطينا الحين الطماطم من مقطعة كده كبار نقلب تدبل الطماطم نغطيها حوالي يعني خمس دقايق ثمان دقايق تلين تلين بالمرة طماطم بس تلين نصبها في القدر مع العدس بصراحة هذا العدس مميز جدا لذيذ وبعدين هذا الكمون لما يتحمر والفلفل الأحمر لما يتحمر يعطي طعم بهارات كثيرة هي ما فيها غير هذه البهارات الحين دبل عندي شايفين لازم يدبل الطماطم القدر هنا أحط له عصير الليمونة وحط له الفلفل هذا والكمون والطماطم أخليه يطبخ حوالي يعني عشر دقايق كده يسبك ياخذ الريحة والنكهة ويسمك قوامه ومنقدم وخلط جاهزة الحين آخر خطوة نحط له كزبرة حضرة أنا بصراحة بعد ما غرفته في الصحن هنا الليمون شايفين بعد ما غرفته في الصحن ذكرت الكزبرة الخضرة هو يعني الحين آخر خطوة قبل ما نشيله عن النار نحط كزبرة خضرة مقطعة كبير مصغير شايفين هنا بعد ما غرفنا ذكرت الكزبرة بس كان حار طبعا ذبلت الكزبرة ومش الحال يعني طعمه ما شاء الله هيعجبكم متأكدة اللي حب طبعا البقول جدا لذيذ في تاتشو حموضة ما في بهارات كثير شفتوا بس الكمون اللي حطينا والكركم والفلفل الحار يعني مو حرق هذا إذا أكلنا حرق بس هو يعني ما ينفتح ويتطلع الحرارة في الطبخة خلاص طبعا نمسح الجوانب وهذا هو ما شاء الله على السفرة هنا صورت قبل ما أتذكر الكزبرة عشان ما تقولون ليش أين الكزبرة الحين هنا شربة البازيلا أنا نزلت كثير طبخات شربة بازيلا في الانستجرام يمكن ثلاث أربع نواع شي بالكريمة وشي معها خضار كثير وشي معها جزر وشي معها سبانخ هذه أفسطهم وأسرعهم أنا يومها والله هذه السفرة كلها الطبخات عملتها كلها ثلاث ساعات بالبرد كنت بخلصة الخضار والسلطة والدجاج والرز فأخترت وصفات بسيطة لذيذة وتمشي مع بعض عشان كذا نشوف الحين المقادير هنا بازيلا كيس بازيلا حوالي أربع كواب مرق الدجاج أو موية موية عادية شعرية محمصة وزبدة وزيتون وطحين وبقدونس للتزين فقط لا غير وملح وفلفل ما فيها بهارات ما فيها كريمة ما فيها ثوم ما فيها بصل لكن طعمها مو طبيعي الدرجة أنه اليوم رجعنا عملناها يعني عملناها يومين وراء بعض قدمة هي لذيذة هذا اليوم الثاني اللي عملته هذا نزلته في الاستناب هذه الشعرية قبل ما نحمرها يعني مقاديرها قليلة لكن طعمها رائع عملتها والله في قدر أديسون للسرعة يعني ثمان دقايق سلكتها نحط البازيلا نحط موية مو كثيرة بعدين هنزيدها موية يعني شوية أعلى منها حوالي ثنين ثلاثة سانتي نخليها لما تستوي أنا عندي عشان قدر ضغط هذا قدر ضغط كهربائي أديسون ثمان دقايق إذا قدر ضغط عادي نفس المدة بس هنا إذا قدر مثلا على النار أطول شوي هنا لما حمر الشعيرية حطينا شوية زيت وقلبناها لما صار لونها أحمر حطيناها على ورق سوى عندي البازيلا خلاص نفتحها شايفين سوى ما طولت لأنه هذا قدر ضغط بس لو قدر عادي طبعا أكثر الحين نطخنها بالخلاط مع الموية حقتها طبعا مهما نطخنها ما رح تضوب تمام فيها قشور كثيرة ضايق في الأكل بعدين لازم نصفيها هذه خطوة مهمة نصفيها بمصفاية عادية شايفين حين طحناها تمام نحطها هنا في المصفاية ونفضل نحركها بالملعقة لما تنزل كل العصارة يبقى بس القشر في المصفاية نزيدها شوية موية في نفس الخلاط اللي خلطنا فيه شوية موية ونصب عليها عشان ناخذ منها كل الموجود شايفين يعني لو عندكم مرقة الدجاج حطوا ما عندكم خلاص موية عادية ما يمشي الحال ما في مشكلة الحين في قدر نصخن زيتون وزبدة الزبدة تعطي طعم مرة لذيذ بصراحة لكن اللي ما يبغى زبدة يخليها كلها زي زيتون في ناس نباتيين ما يكلون زبدة بس يعني من ناحية الكالوري اثنين زي بعض بس تصخن الزبدة نحط لطحين نقلب تمام لما لطحين لونه نصير شوية أصفر بس يصفر لونه كده نحط الشربة هذي شايفين ها الشربة اللي صفيناها نحطها فوق لطحين ونقلب لما يسمك قوامه وبعدين طبعا نزيد هموية لان رح نحط معاها الاشعيرية لازم تسوي نحط الملح ونحط الفلفل انتبهوا في قاعدة حطوها في بالكم دائما الشربة يبغى لها فلفل أقل من الإيدامات ومن الرز لان هصير حارة كثير كل أنواع الشربة لما نحط فلفل نحط قليل لان هصير حارة الحين نزيدها موية حبيت تكون نتعرف قوام الشربة لازم يكون خفيف نحط الشعيرية ونزيدها شوية موية ونخليها لما تستوي الشعيرية وكيف ولا تنسون على اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تابعوني ان شاء الله كل يوم في طبخات حلوة ان شاء الله أكملكم الطاولة من الجهة الثانية الأشياء ألف عافية إن شاء الله وجبة شهية بصراحة وصحية ولذيذة ومصعبة يعني انتوا شوفت عينكم ما فيها صعبة أبدا لا الشربة ولا العدس الاثنين أحلى من بعض